تجمع تسعة عشر من فناني الشارع في منطقة بشمال شرق باريس لتنزين حائط بطول ثلاثمائة متر برسومات كرافيت مستوحات من احتجاجات السطرات الصفراء المستمرة منذ جهور في فرنسا واختار الفنانون بعضا من أشهر مشاهد الاحتجاجات الفرنسية لرسمها على الحائط ومنها مشهد للمحتجين وهم يحتشدون حول قوس النصر في باريس في خضم اشتباكات عنيفة مع شرطة الشغب كما رسم الفنانون رسومات لوجوه مصابة في إشارة إلى المحتجين الذين تعرضوا لإصابات بالغة ناتجة عن استخدام الشرطة لنوع من البناطق غير الفتاكة يطلقوا وابلا من الطلقات المطاطية للسيطرة على أعمال الشغب